رحلة المليون متابع بلشها باستطفة باعلان لشركة تليفونيت ترك اختصاص الصيدة ليه وبلش تدريجيا يصنع محتوى عن التسويق الرقمي وقدر بوقت قيسي يصير واحد من اكتر الاشخاص تأثيرا بالعالم العربي بهيدا المجال بالتحديد محمد ناجي او ناجي يعني زي ما صحابه كلهم بيقولوله صرع محتوى مصري يمكن استفاد ان هو بيعرف يتكلم كويس كمان علاقاته بشكل كبير جدا جدا قدر ان هو يوظفها في برنامجه اللي تقابل باهتمام كبير جدا من الاشخاص اللي دايما ساعين ان هما يبنوا علاماتهم التجارية الخاصة بهدف ان هو طبعا او ان هما يسوقوها صح على جميع مواقع التواصل اجتماعي وكمان ان هما يقدروا يستعينوا بخبرة ناجي في شغل السوشل ميديا احنا هنتعرف على ناجي اكتر ونستقبله هنا لكن خلونا نشوف الفيديو اللي جاي ونرجع لكم اول ما فتحت الاجنسي من ثلاث سنين تقريبا بعد التيم لقيت ان في حاجتين مهمين جدا الا وهو الكاميرا والماين طول ما انت بتجازف فنسبة نجاحك خمسين خمسين لكن لو ما بتجازفش فاكيد نسبة فشلك مية في المية الكلام ده للناس اللي بتبعتلي كل يوم وبتقول لي انا عايزة سافر بس خايفة قلق انا مش عارف انا هعمل ايه لو انت في مكانك مش مبسوط من اللي بتعمله يبقى انت بتفشل عملت قبل كده مصلحة مبدئا قبل ما اكمل الفيديو ده تعال نشيك المصطلح ده شوية ونقول عليه سايد هاصل سايد هاصل بمعنى انك بتعمل حاجة اضافية او جانبية او حاجة جنب شوف الناس دلوقتي عندها مبدأ غريب جدا ان عشان اكسب اكتر لازم افتح بيزنس انا بقولك ان الكلام ده مش مصبوط يعني خلونا طبعا نرحب بمحمد ناجي يا صنع محتوى وواحد من الناس اللي عارفين شغلالة السوشال ميديا بتتعمل ازاي يا ناجي ازاي اهلا وسهلا خليل هايا مبسوط جدا ان انا معاكم على قناة المشهد احنا اكتر احنا اكتر يعني فكرة انك تسيب مجال زي ما كنا بنتكلم صيدالة اه شغلالة سابتة احنا عارفين يعني ايه صيدالة في مصر يعني واحطي العين وجاب مجموعة ودخل صيدالة ودرس وبعد كده اشتغل فيها بتبقى الموضوع كله عارف اللي هو يعني صعب على العيلة صعب على الناس صعب عليك انت شخصيا ان انت تسيب حاجة وتروح تشتغل حاجة ممكن تبقى فيها فريلانس او على حسب تيجي من وراها فلوس دلوقتي او قدام شوية بص بداية الموضوع كله انا من وانا صغير انا متخيلتش في حياتي ان انا اكون صاحب بزنس انا جاي من عيلة الحمدلله فري تالنتد والدي مهندس كبير شغال في شركة كبيرة جدا جدا ومن اعظم الناس اللي شفتها في حياتي فانا دايما شايفوا الايكون عمري ما تخيلت ان انا ممكن يبقى عندي بزنس خالص الرحلة بدأت لما اتخرجت من كلية الصيدالة اشتغلت شوية دايما مغامر وانا في شغلي الحمدلله فري تالنتد بس دايما مغامر دايما اوت دا بوكس بس مش فكرة ما بخاف طبعا بخاف ولكن انا دايما بحب ان اخد ريسك والريسك دايما بيتاخد في اماكن معينة دولة زي دولة الامارات بتخليك يتعرف يتاخدي الريسك لان بتلاقي اهداف كتير جدا جدا تقدر يتحققيها يعني فمن هنا بدأت القصة حلو حلو طب خبرنا عن مشروع المؤثر الحقيقي يعني هل نحن عم نشوف كتير انفلوانسرز عم تلاقوا على السوشال ميديا وكتير صنع محتوى هل بتحس العالم ناقصه مؤثرين او ناقصه نصايح ليسير مؤثرين اكتر القصة بدأت انا بداية دخولي عالم السوشال ميديا كانت ايام كورونا انا بدأت سوشال ميديا عشرين عشرين زي ما خليل قال كان عندي اعلان تليفونات ازا فري لانسنج معرفش ده حصل ازاي بس جت كورونا دخلت علينا فبدأت اسمع من اخويا بيقول لي شفت البلوجر الفلاني شفت الانفلوانسر الفلاني انا صراحة ما عرفش يعني ايه انفلوانسر اللفظ نفسه حتى الانجليش لفظ انفلوانسر ما عرفش بدأت جوجل انفلوانسر بلوجر ما كانش لسه في لفظ الكونتينت المسميات دي ما كانتش موجودة كلها بدأت اشوف ادوس انفلوانسر يجيلي صناع المحتوى اللي موجودين فلما دخلت المهنة واندمجت فيها وعملت بروجرس فيها فقلت لأ انا لازم ابدأ من الحتة دي وعرف الناس من هو المؤثر الحقيقي او من هو الريل انفلوانسر الريل انفلوانسر بالنسبالي اي اي حد بيعمل المحتوى هي ازا كونتنت كرياتور وليس مؤثر المؤثر ده لفظ كبير جدا جدا المؤثر ده الدكتور بيدخل عمليات المؤثر لمزيع بيأثر في المشاهدين المؤثر ده حاجة كبيرة جدا جدا كلمة ايه اللي بتحسها مجدي يعقوب مؤثر الشيخ محمد بن راشد ناس عملوا عظمة في حياتهم يعني فمن هنا بدأت فكرة البرنامج وبدأنا الحمد لله نجيب ضيوف في البودكاست يعني بشكل بروفيشنال الحمد لله طيب كنت بتعتمد على ايه في ان انت تختار ضيوفك وبس السؤال القابل ده انت محمد بكل الكلام اللي احنا عديم بنقوله ده انت بتشوف نفسك ايه حد بتاع دعاية شاطر بتعرف تسوى حلم ولا لا انا صانع محتوى انت بتشوف نفسك فيه انا بشوف نفسي حد عايز ينجح وتفر المجال اللي انا في انا بدأت في البلد هنا ازا فارماسيستش كنت شغال في شركات ادوية اتنقلت من شركة لشركة بعد كده دخلت عالم صناعة المحتوى سبت شغل بسالاري كبير جدا 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 انا ما كنتش احلم ان انا اغدو في البلد هنا عشان صناعة المحتوى جذفت وفتحت شركتي اللي انت قلت عليها الماركتينج ايجنسي ريسك اتوز ريسك انا حسابي في البنك ساعتها لما فتحت الشركة كان سالاري وايز بالسالاري بيجي بيخلص بكمل الكلام ده كله لما قررت ان انا استقيل فيه ناس كتير ما تعرفش ان انا استقلت من المهنة شهر شهر 12 اللي فات انا بقلي فول تايم جوب في ماي ايجنسي سبع شهور بالضبط الفترة اللي فاتت قعدت سنتين موظف وفي نفس الوقت بدو كونتنت محدش يعرف انا شغال ايه كل اللي بيشوف ده شخص ناجح ده شخص بيقابل ناس شخص بيقابل مشاهير كلام ده كله لكن محدش شاف الرحلة انا لما سبت الوظيفة كان عندي في حسابي البنكي طبعا اكيد عندنا حاجات وباعتجات بس كان حسابي البنكي تقريبا في عشر تلاف دراقب جالي شغل ببببب للايجنسي عندي كان برقم كويس من هنا قلت خلاص باسم اللي توكلت على الله اول جوناليب ده 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 جوب وهارجز في الاجنسي الحمد لله في خلال تمن شهور احنا عملنا بروجرس كبير جدا جدا هو كان إيه اللي سؤال بالنسبة؟ أنت حبيبي يعني أنت لما بتيجي تتكلم أو بتيجي بتقول حلو جدا جدا الواحد بيفتغل بالله هو عايزه بس الفكرة المكان دلوقتي لو أنا دخلت على صفحتك أنا شخص معرفش ناجي بس أنا دخلت على صفحتك أنت حابب الشخص داي يشوفك إيه كصنع محتوى ولا واحد بتاع تسويق شاطر لا أنا حابب اللي يشوفني ويدخل عندي سواء يتعامل معايا بيرسنال سواء يدخل عندي الانستجرام أو حتى ييجي الشركة عندنا يشوفني راجل متفائل وده الكونت ان شاء الله اللي هتشوفه الفترة الجاية بس هل ده اللي انت بتصدره دلوقتي يعني احنا بتشوف مثلا الكونتات كتير قايمة على الدعاية فقط أنا رايح أعمل دعاية اللي مطعم رايح أعمل دعاية ده مش عيب بس مش أنا يعني ده حتى أنا بعتبره صناعة محتوى لو هنت بتعمل محتوى تاس سويقي بعد طبع مية في المية بص أقول لك الحاجة هي في الأول وفي الآخر ميول فيه شخص حبه للفلوس مش عيب عادي فيه شخص تاني حبه للشهرة فيه شخص تالت حبه للتفاؤل كلهم المغزى واحد نعم احنا عايزين كله مصابق صعب احنا عايزين فلوس والشهرة مية في المية ولكن انت بتشوف طريقك أنا مش شايف نفسي كمحمد ماجي أنا اطلع كل يوم أقدم إعلام أنا ما بشوفش نفسي بالشكل ده لكن أنا بقدم كونتنت ليه هدف من الأهداف الرئيسية أن أجيب فلوس طبعا صحيح طبعا ولكن أنا بحب الناس تشوفني إزاي تشوفني شخص بيشير تفاؤل أنت لو دخلت عندي دايما في الستوريس دخلت عندي في البوست معظمها طبعا هتلاقي أن هدفها الأول دخلت عندي التيك توك لأن التيك توك الكونتنت اللي بقدمه في التيك توك تماما غير الإنستجرام تماما التيك توك عندي هدف الرئيسي هاو تو موتيفيت بيبول إزاي النس تنبسط إزاي تحس بنفسك نيفر توليت بس ده أهم حاجة تبقى مؤمن بالكلام مليار المية مليار المية يعني أنت علاق ذكرت كلمة كتير مهمة إنه نيفر توليت بس هل فيك مثلا أنت تعطينا نصايح للشخص يكون صانع محتوى مؤثر مئة ألف كلمة تحت مؤثر على السوشال ميديا نصايح من ناحية إيه بالظبط؟ يعني شو الخصائص اللي لازم يلتزم فيها أو المعايير اللي لازم يلتزم فيها كلمة يقدم محتوى يكون قيم أو تقيل للمشاهد يشوفه بس جملة واحدة بس إن أنت تفيد الناس إنك تفيد الناس مش بس تفيدهم بديسكاونت مش بس إنك تفيدهم بأفر معين مش بس إنك تفيدهم بمكان جديد يروحوه لا ده مش التأثير تأثير حاجة ملموسة طب هقولك على حاجة مثلا أنا أنا عملتها ودي كانت من البدايات يعني أنا لما دخلت صناعة المحتوى كانت أنا أنا اشتغلت إزاي في البلد وبدأت إزاي أنا كنت جاي 2019 ما عنديش شغل قبلت حد داني جروبس على الواتساب فريلانسينج حاجات فريلانسينج مبالغ بسيطة جدا دي كانت بدايتي فأنا النهاردة عامل خمس جروبات جروبات اسمها جوب يو اي اي وان تو تري فور فايف الجروبات دي بصراحة أنا مقصر فيها الفترة دي ولكن مهما غيب عنها برجع لها لأن دي بدايت يعني دي بدايت قصة نجاحي فأنا بحس إن أنا بعمل ده بفيد الناس في إفادة فأنا نصحتي لأي مؤثر أو صانع محتوى إن أنت زي ما بتهتم إنك تكسب زي ما بتهتم إنك يجي لك إعلانات بتروح أماكن تكون علاقات لازم تهتم بالرجل اللي بيشوفك أو السيدة اللي بتشوفك وتقدم باليو تفيد الناس دي طب أنت قلت أسماء من الأسماء الكبيرة جداً في وطننا العربي والمؤثرين فعلاً بشغلهم وبمكانتهم وبقيادتهم لكن على السوشيل ميديا مين اللي أنت بتشوفه الشخص اللي بيقدم محتوى فعلاً قدر إنه هو الناس لما بتيجي تشوفه تقول آه ده أثر فيه مش عن حكايته ولا عن تريخه ولا عن قصة حياته لأ عن الكونتنت اللي بيقدمه والناس بتستفيد من المعلومة اللي بيقدمها أو الفيديو اللي بيصوره أو من كل أنواع المحتوى موجود في الإمارات فيه احنا بدك احنا الوطن العربي كله بيشوفنا حلو الوطن العربي كله بشوف أنس آه من الناس القوية جداً جداً من الناس مش مهمه هو بيقابل مين المهم اللي بيتقال دايماً بيقاد فاليو من الناس المؤثرة جداً جداً بالنسبالي في الحتة دي في السعودية فيه سعودي ريبورترز بيزة جداً حتى شكل إعلاناتهم وطريقتهم من الناس اللي بتأثر فيها آآ يعني دول اللي في دماغي دلوقتي حلو طب محمد آآ يعني نحنا بنسمع كتير قصص نجاح لناس وبنسمع إنه كتير موتيفيشنل سبيكيز بيجوا وبيحكوا عن بدايتهم وخلفياتهم ودايماً بتكون بدايتهم صعبة حلو هل البدايات حردت خياتي بمليون دولار خبتها من باق مش هنقض صعب خليل أصعب شوية هل بتحس إنه الشخص الناجح أو الشخص يلي بينظروله بالمجتمع على إنه ناجح وإنه وصل بحياته لازم يكون بلش من الصفر إذا مش تحت الصفر أنا جاي من عيلة لا بهزر بس ضغط إيك لأنا عيدل مويلت إنه نسمعه كتير مويلت إنه نسمعه كتير وبتحس عن جد كأنه كلهم واحد أنا كانت في حاجة بتضيقني قوي إن أنا الحمد لله جاي من عيلة كويسة أنا لحد ما اتخرجت من الجامعة عمري ما اشتغلت دايماً كل اللي بطلوبه الحمد لله بيجيلي في المعقول إحنا عيلة فوق المتوسطة كل اللي بيجيلي من وانا في أولا جامعة من وانا عندي 18 سنة معايا سيارة غيرت 3 سيارات في الجامعة كل سنة كان بيجيلي أحدث مويل العادي يعني الحياة الفوق المتوسطة الجميلة قادرت تجيب احتياجاتك لأ عيلتي قادرت جيب لي احتياجاتي عيلتي قادرت جيب لي احتياجاتي واجهت مشكلة لما اتخرجت من الجامعة مش عارف هبدأ مني عمري ما اشتغلت عمري ما اشتغلت خلصت الخدمة الوطنية في مصر وبعد كده خاركت برضو مش عارف اشتغلت شغلانا متكبر عليها يعني مش قد كده ولكن دايماً بيبقى في رحلة تحدي دايماً بيبقى في قصة دايماً في كل حياة شخص ناجح او بينجح في شك الدبوس انا حصل عندي في دماغي او في الفاميلي عندي شكة كده شكة دي خلتني لأ ده انت في مستقبل المستقبل ده انت اللي لازم ترسمه انت ملكش دعوة مين نجح والدك والدتك انت بتعمل القرار لأول مرة بحياتك لازم انا لازم انا اللي اشتغل انا اللي اعمل بنشوف تصص كتير جداً لناس نجحت وبدأت من الصفر ومش عارف كنت نايم فين ممكن يكون حصل ما بنكذبش حد ولكن انا قصتي ما كانتش كده انا قصتي كنت شاب زي ما انا حكيتها دلوقتي ولكن حصل لي كده شكة قالتلي ماينفعش تبقى موظف الشكة اللي جاتلي انت ماينفعش تبقى موظف لان انت انا ده اللي حصل قرار ان انت ما تبقاش موظف طبعاً وعايز اقولك على حاجة ممكن ما يبقاش صح لان النهاردة فيه لا طبعاً الوظيفة شيء انت النهاردة لو حد عنده شركة ما عنده موظفين صحيح فهي في الاول وفي الاخر سايكل بتكمل بعضها ولكن انا ده اللي حصل معاه ان انا ماينفعش اكمل في الحتة دي بسبب ما وبناء عليه بدأت ان انا ارسم قصة حياتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي احد عايز يدخل في شغل السوشال ميديا وعايز يكبره ويبقى عنده ارقام ومتابعين يعملوا الواحد وزي ما كانت الناس كلها بتعمل ولا انا بكلمك بحكم ان انت اشتغلت ده والشرك بس مش عايزك تتكلم كواحد بتاع الشركة بس خلص خلص الفكرة انه هو يروح لا يا جماعة انا عم احتاج تيم يشتغل معايا عشان نرفع الدنيا ويبقى فيه اكتر من دماغ ولا لا يشتغل لوحده الاول ويشوف ردة فعل الناس وبناء عليه يجيب بعد كده ناس ويشتغل على الاخطاء وعلى المميزات هاخد جزء من كلامك الاول بتقولي عشان انا فاتح شركة انا كنت في بريزنتيشن من تري دايز تقريبا في مكان ما وانا كنت رايح ازا سبيكر يعني كونتنت كرييتور كونسان حلو وانا هناك اديتهم التيبس والتريكس اللي تخليهم ما يشتغلوش معاي يعني اديتهم انا فيه سيرفز ببيعها عندي في الشركة السيرفز دي مقاوماتها واحد اتنين تلاتة انا اديتهم ده يعملوه مش من خلالي فيوفر 75% من البودجيت اللي ممكن يديهني ديز اس نمبر وان نمبر تو النهارده الكونتنت اسهل من زمان تمام عشرين عشرين لما بدأت صناعة محتوى ممكن اكون انا كمان بدأت متأخر لان المجال قبل كده بكتير بكتير ما كانش فيه كمية الادترز والفيديو جرافرز والكاميرات والشياكة في الكونتنت والترانزيشنز والجرافيك والاي اي اي كل ده ما كانش موجود النهارده ده كله موجود طب ازاي تعمل ده لأ طبعا انت مش محتاج شركة تعمل ده انت محتاج شخص واحد معك شخص واحد يكون بيعرف يصور ويعمل اديت والكلام ده يعني ناجيها الوقت يجري معاك حبيبي خليلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم